الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد من المؤسف جدا ما تابعنا من أحداث مدينة الجنينة الحبيبة بأرضنا السودان من تقتيل وجروح وغيرها من المفاسد في الأرواح والأموال وقد تابع الناس جميعا ذلك وأنا دار أنصح أهلنا الكرمة في الجنينة وغيرها نصيحة من كتاب الله سبحانه وتعالى وبالذات أهلنا في غرب السودان مهتمين جدا بكتاب الله وبحفظ كتابه تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن القتل وأن يقتل المؤمنون بعضهم بعضا نهى الله سبحانه وتعالى عنه أشد النهي قال تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا الإمام السعد رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال يعني معنى كلامه قال ما في كبير من كبائر الزنوب أبدا ترتب عليها أشد وأعظم من هذا العقاب والعذاب الذي جاء في القتل إن الإنسان المؤمن يكتل أخوه المؤمن متعمد ما في عذاب وعقاب جفي كبير من الكبائر أشد أو أعظم من العذاب والعقاب الجفي جريمة القتل العمد للمؤمن قال بل ولا مثله يعني لا جاء عذاب أعظم منه في أي كبير من الكبائر ولا جاء عذاب زي زي عذاب الألقات القتل عمد للمؤمن ما جاء عذاب مثل زات ما جاء ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بالله القرآن دا ما يخلي الناس دي تتراجع وما يكتل بعضهم بعضا بغض النظر أنا ما در أقول غلطان دا ولا الغلطان دا وأنا لا مع دا لا مع دا أنا مع القرآن فإذا إنت كنت برضو مع القرآن عليكم تكفوا عن قتل بعضكم بعضا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن حرمة روح المؤمن والنفس المسلمة أشد حرم عند الله من الكعبة ذات بيت الله الحرام أنا كلم يجايب بالدارج بوسيط أشياء الناس كلها تفهم النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالكعبة حديث صحيح وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك ما أطيبك وأطيب ريحك فوالذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أشد أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله وعرضه وأن نظن به إلا خيرا والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن ألبي يقتل مؤمن متعمد دا جريمت من أعظم الجرائم بل ذلك من الكفر الأصغر من الكفر بالله سبحانه وتعالى في أحاديث وأحاديث كثيرة جدا نهت عن ذلك فيا ناس ما يغشوكم أحزاب سياسية ولا أحزاب يسارية ولا أحزاب يمينية ولا أي حزب من الأحزاب يفتم بيناتكم كقبيلة وحدة أو كقبائل المسلمين ذاتهم ما قبائل ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائلا ما شان تتقاتلوا ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا لا والله لتعارفوا دا السبب إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما يفتنوا بيناتكم الجهات الحزبية والحركات الحزبية الواحد يفتن بيناتكم عشان تقتلوا بعض عشان يجي بعدين هو بيسمكم كلكم يقولوا الله يا أخي دم شهدة هو حق شهدة ويجي هو يترأس عليكم في منطقة أو في منطقة أخرى فيا ناس أوعوا وفوقوا واعلموا إن أي إنسان يكتل أخوه المسلم والله دب الله يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم